خبر آخر من نادي الزمالك هذه المرة أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك طلب من نادي الزمالك إنهم يحسموا أمرهم من العروض المقدمة لضمه هو عايز يعرف هو هيمشي ولا قاعد هو الزمالك هيوافق على عرض لو عرض كبير ولا لا هو الراجل مش مسك في حاجة بس عايز يعرف مصيره إيه أنا مكمل مع الفريق ولا العروض داية ممكن الزمالك ينظر فيها ده الراجل طلبه من إدارة نادي الزمالك أيضا فيما يخص إدارة نادي الزمالك فإدارة نادي الزمالك أثبتت إنها متمسكة باستمرار وسوريو مدرب الفريق قامت خلال الساعات الماضية بتحويل راتب شهرين في حسابه ولسه فضله شهر كمان والإدارة وعدته إنه هيتم صرفه بعد عودة الفريق من فترة الراحة وسوريو إنه يكامل مع الفريق دي هتبقى حاجة مهمة جدا بصراحة مدرب كويس طبعا محتاج عناصر ومحتاج تدائمات ومحتاج شغل كتير جدا بس أكيد مدرب كويس ومدرب كبير جدا زيزو بصراحة شديدة أهم لاعب عنده ثابات في المستوى في الدوري المصري على مدار ثلاثة مواسم أنا لقدت لك عنده ثابات في المستوى وترجمة هو أفضل لاعب شايفي ناس تختلف وأنا احترم مجالات النظر يعني لو شايف زيزو أفضل لاعب فأنت شايف لعيب أخر أفضل لاعب واحد ثالث شايف لعيب ثالث أفضل لاعب دي براحتك بس اللي أنا وإنت مش هنختلف فيه إن زيزو عنده ثابات في المستوى هو دايما مستوى في منطقة جيدة وهم من أهم اللاعبين يعني فلازم زيزو مالك يحسم أمره سريع يعني طيب